خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أجمل هيئة وأكمل صورة قال عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب فخصال الفطرة هي الاستحداد وهو حلق العانة سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه وهي شفرة الحلاقة أو الموسى ويمكن إزالته بغير الحلق كإزالته بالمزيلات المصنعة الختان وهو واجب في حق الرجال ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود لأنه أسرع للبرء ولينشأ الصغير على أكمل حال قص الشارب وإحفاؤه والإحفاؤ هو المبالغة في القص لما في بالك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار تقليم الأظافر أو قصها وهو يجملها ويزيل الأقدار المتراكمة تحتها نتف الإبط وهو إزالة الشعر النابت فيه وتسن إزالته بالنتف أو الحلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة ويضاف إلى هذه الخصال الخمس إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة ترجمة نانسي قنقر